السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات عبنين ايه النهاردة هنعمل اكلة بسيطة جدا وكلنا بنحبها وبنستنى ماما تعملهن مخصوص هنعمل عدس بجبة وده مسلوب و هنعمل بدنجان بالخل باللمون والطوم و هنعمل فلفل بطماطم و هنقطع بصل دي طريقة مامتي بقى فيه هنقطع بصل و نشوحه على النار وده زيت للبدنجان هنقليه هنخلص كله بقى مع بعضه والاكلة ما خدتش اكتر من ربع ساعة بالزبط هنا امم بتحط البدنجان بقى كان الزيت غلي و هتضرب بقى الطماطم في الخلاط تمام كده و هتشوح بقى البصل على النار و حطت حت التومة هاي من اللي احنا مفرزينه في التلاجة و عملنا و الفيديو دوت موجود هو حثر عندي على القناه و حياته و امم ال احطية الطماطم و احنا طبعا كتت ماما سلق و هاة شوية كزبارة و شوية كامون و شوية فلفل اسود و هتحط ملح بنات ماما كتتسلق أصل العدس هنا البدنجان خلاص في نفس الزيت بقى هتحط حتة طوم صغيرة تمام او معلقة طوم صغيرة تمام وحطت بقى الفلفل والطماطم مع بعض وجربوا الفلفل الفلفل بطماطم بالطريقة دي تحفة جدا هنا بقى كانت ماما حطت العدس الطماطم كانت خدت لاغا لويتين وحطت العدس وحطت حتة طوم هنيم تمام بجد كان طعمه حلو جدا جدا بصوا بقى الطوم ده اللي احنا نفرزينه مع بعض برضو اللي هو بها ريس بالفلفل الاحمر ماما هتعصر عليه لمونة تمام هتقلبه احنا بقى عشان نحطين فيه ملح فماما مرضيش تحط ملح عليه عشان خاطر ما يبقاش حتة قوي بس كان طالع مظبوط جدا هنقلبه بقى كده مع بعض بجد كانت اكله طحفة طحفة جدا والفلفل كمان اهو تمام بجد جربوه حلو جدا جدا انو كان الاكل بسيطة واقتصادية جدا وحلوة جدا تمام ولو عجبكم الفيديو متنسناش في اللايك والشير وسابسكرايب وباي باي في وصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة